طيب هنروح لمنتخب كرة السلة منتخب كرة السلة هيلعب الويندو الثالثة في 26-27-27 أغسطس القادم روي رانا مدير فان المنتخب استدعى ستة من النادي الأهلي والمناسبة هو النادي الأهلي أكتر فريق تم استدعى اللاعبين منه وده وضع طبيعي لأنه بطل الدوري والكأس والدوري المرتبط هو النادي المحتكل بطلات في آخر موسم عمر الجندي هاب أمين سيف سمير عمر عزب عمر زهران عبدالله ناصر دول الستة اللي انضموا لمنتخب مصر طيب المنتخب بمعاسكة في برج العرب دلوقتي وبكرة هيسافر لجزر البهامة هيلعب ثلاث ماتشات من ضمنهم ماتش بورتريكو بورتريكو اللي بيلعب فيه محترفنا الجديد وولتر هوج طبعا هيلعبوا الماتشات دي وبعد كده هيروحوا على تونس مباشرة عشان نبتدي أولى مبارياتنا وهي مباراة التأهل موجة نظري وهي مباراة تونس يوم 26 أغسطس وبعد كده هلعب الكاميرو يوم 27 والماتش الأقوى على الإطلاق جنوب السودان أيوة جنوب السودان أصبحت منتخب قوي وهي بتتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة ييجي بعدها مصر برصيد 11 نقطة وييجي في المركز التالي تونس عشان كده بقول لكم ماتشات تأهل هم مباراة تونس المباراة الأولى لأن انت لو فشت على تونس في أرضها انت كده قاديت على أمالها في التأهل وأصبحت المنافسة لأن الأول والتاني بيتأهلوا مباشرة إلى كأس العالم فأنت كده بتقدع على أمال تونس وتصبح أنت في المركز التاني أو يعني بتغرد منفردا ويبقى أنت وجنوب السودان بالنسبة كبيرة جداً يتأهلوا الكأس العالم طيب وعايزين نتكلم عن أروح لحتة تانية يعني يمكن اتكلمنا عن تصفيات كأس العالم خلينا اتكلم عن حتة تانية هو محترفنا والتر هوتش تعرفين طبعاً نادي الأهل أعلم منذ يومين مضى طبعاً والتر هوتش أحد أحسن يعني المحترفين اللي جون مصة على الإطلاق يمكن مش عايز أبالغ وقول إنه هو أحسنهم على الإطلاق لأن الحقيقة اللاعب ده في فترة أداءه أو وجوده مع نادي الزمالك يعني كان بالنسبة كبيرة كان سبب رئيسي إن الزمالك يفوز بطولة الدوري وأيضاً البال ولكن وولتر من نوع اللعبة المحترفة الملتزمة يعني هو بيلعب في بورتوريكو دلوقتي مع بطل بورتوريكو ومحقق وأرقامه عالية جداً يمكن ممكن في حلقة الماءة يعني إن شاء الله بس يوصل بالسلامة هفرض لحضراتكم أرقامه في البلاي أوف اللي بيلعب فيها في بورتوريكو الدوري بورتوريكو دوري قوي بالمناسبة دوري هيخلص في شهر سبتمبر شهر تسعة الدوري بورتوريكو يمكن هو ما يتأهلش للفاينال فممكن هو فرقته خسرنا 3-1 في البلاي أوف ممكن يتأهل أنه يلعب بيستوف 7 مش زي مصر بيستوف 5 يعني ممكن بعد فترة أقل من اللي هي منتظرة يرجع لو لم يوفق فرقته مع فرقته يعني الوصول مبرانة نهائية ولكن وولتر هوج من اللعيب المميزين أنا عايز أقف هنا شوية يمكن هنا بتباني المرونة شوية مع مستر أجوش تيبوش يمكن مستر أجوش تيبوش السنة اللي فاتت نجح أنه يحصل على الخمس بطولات في وجود تومسون المحترف الأمريكي اللي كان موجود السنة اللي فاتت مع الفريق والحقيقة كان فيه أصوات كتير بتنادي أنه يعني يتم استبداله ولكن اللعب كان آزا تيم وورك كان ماشي كويس جدا وساهم بشكل كبير بالفوز ولكن المرونة اللي عند مستر أجوش تيبوش تيبوش دائما بيدور على الأحسن اكتفى حتى الآن بولتر هوج ولو فكرنا هنلاقي فيه ست لعيبة فيه منتخب مصر أنا قلت حضراتكم على الأساميهم والست لعيبة مش كبار يعني عمر الجندي هاب أمين سيف سمير عمر عزب عمر زهران عبدالله ناصر احنا هم نتكلم في لعيبة أول العشرين يمكن باستثناء عمر الجندي فقط يمكن 29 سنة أو 30 سنة ولكن كل يعني إذن فرقتنا صغيرة طيب إيه الصفقات اللي مستر أجوش تيبوش يعني كنت تكلمت مع كابتن أحمد الجرحي من يومين في النادي يعني الصفقات اللي هو يعايز يعني يقوم بيها هي الناشئين هو بيفكر أنه يعني ياخد أو يستفاد بكل الناشئين طالعين عندنا كريم حاتم عندنا محمد طريق خيري عندنا مؤمن طريق خيري عندنا مجموعة من اللعيبة الناشئة طالعا يقدر يوظفهم يدوم الخبرات طب ليه أروح أدور بره لما أنا عندي لعيبة بالمستوى ده ولعيبة تقدر تبقى كويس وهو يعني من المدربين اللي بتحط لونج تير مفلان مستر أجوش تي وبالمناسبة فيه رئيس قطاع الناشئين وناشئات أسباني تولى المسؤولية مستر داني والحقيقة هو مسافر وجي القاهرة مرن اللعيبة أو مرن الفرق أربع خمسة تيامة تفرج على الفرق الناشئين والناشئات سافر أسباني هينهي بعض الأعمال ورجع تاني هيرجع تاني بكرة إن شاء الله يوم واحد أغسطس عشان يبتدي تمرين تاني يوم اتنين إذن هيبقى فيه هارموني واحدة مدرسة واحدة في النادي كله بسكتبول اللي بيعملوا النادي الأهلي ده الحقيقة تاخدوا في ناشئين كمان تات أربع سنين لقى عندنا طفان من اللاعبين طبعين الدرجة الأولى يبقى إذن النادي الأهلي بيبني هنا لخمس ست سنين قدام عنيش أنا استطردت شوية فيه البسكتبول ولكن هو ده وضع البسكتبول بالنسبة للمصر وبالنسبة للنادي الأهلي